خلال جلسة الأسئلة الشفاوية اليوم الثلاثة بمجلس النواب عبر فريق العدالة والتنمية عن أمله في أن يخرج قطاع التعليم من الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا أقوى مما كان عليه سابقا نعيش في الوضع استثنائي برزمع تحديات وهذا الوضع استثنائي يلزم منه منكم خصوصا كوزارة حلول مبدعة حلول مبدعة من داخل الأزمة والحمد لله لبلاد دينا دائما كانت تخرج قوية من الأزمات وانا كانت من القطاع التعليم كذلك يخرج قوي من بعد هذه الأزمة ديالكوفيد وديالكورونا وما نتعاملوش مع هذه الطريق غير ندوزو رجعوك في مكاننا في القديم وكيراكمو على واحد المجموعة ديال الإجراءات الإيجابية للدارت الخروج من الأزمة يتطلب حسب الفريق حلولا إبداعية تضمن حدا معقولا من جودة التعليم وتضمن أيضا الحد الأدنى من شروط تكافئ الفرص بين جميع المتعلمين من أبناء المغاربة ثم الحد الأدنى من شروط السلامة والوقاية للجميع من جانبه أكد وزير التربيات الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ساعد أمزازي أن الوزارة سخرت ما مجموعه 179 مؤسسة جديدة لاستقبال التلاميذ كما عبأت ما يناهز أكثر من 186 ألف أستاد لإنجاح هذا الموسم ومن جهة أخرى فقد سخرت الوزارة لاستقبال التلاميذ برسم هذا الدخول 179 مؤسسة جديدة منها 15 مدرسة جماعاتية وكذا 11 داخلية جديدة 90% منها في الوسط القروي حيث بلغت الكلفة الإجمالية المالية للإحداثات والتأهيل حوالي 3 ملايير درهم ومن أجل تعزيز برامج الدعم الاجتماعي أكد المسؤول الحكومي خلال الجلسة أنه سيتم الرفع من عدد المستفيدين من برنامج تيسير ليصل عدد التلاميذ إلى ما يناهز مليونين وخمسمائة وأربعين ألف مستفيد بزيادة تبلغ أكثر من أربعة في المئة هذا وسجل فريق المصباح خلال الجلسة نفسها تأخر انطلاق الدراسة بالتعليم العالي منتقداً إعلان بعض الجامعات عن مباريات الماستر في وقت لم تنتهي فيه الدراسة بعد في وحدات ماستر أخرى ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر